الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا يرضيك عنا يا الله اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا يملأ السماوات ويملأ الأرض وما بينهما وما شئت يا مولانا من شيء بعد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله على ما جعلنا من المسلمين من الذين يلقونه آمنين يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الشر يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هو سبحانه وتعالى الذي قال والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقد خلقنا الإنسان في أحسن في أحسن الأحسن في أحسن الأحسن في أحسن الأحسن ثم ردناه أسفل سافلين ثم نضعه في أحسن الأحسن وهو الدنيا إلا الذين آمنوا أم من الذين يؤمنون فلاهم أجر غير ممنون سوف تكون قبية ولا تستطيع منهم لا تستطيع عنهم ولا تستطيع عنهم فما يكذبك بعد بالدين كذا كان ذلك إنه دين وحبتك الظ μου وحبتك هو الإسلام أول الله بأحكام الحاكمين ليسه أقوى العليق سبحانه وتعالى العليق سبحانه وتعالى يطيعنا لتأخذ لأمر لماذا؟ لأنه لم يجعلنا في جنة كل شخص يأخذ كل شيء يأخذ لكنه يجعلنا أن يجعل كل شخص يعمل في جنة لأننا نأتي من جنة إلى جنة إلى جنة ونحن إلى آخرة لا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جنة نحن إلى جنة إلى أولى سبحانه وتعالى قال له الحمد في الأولى والآخرة الأولى ذهير بفور و الآخرة ذهير أفضل ذهير بفور و ذهير أفضل دوة أفضل نحن في الفرجوس الأعلى هذا هو لأنه قال أسأل الله الفرجوس الأعلى الحمد في جنة إنه تقليل الجنة و هذا هو تقليل بعض الأشخص يتظهرون أنه يوجد في حليث ويجعل في أخرى أنه تقليل هذه هي تقليل و هذا هو تقليل هذا تقليل و هذا هو تقليل أسأل الله الفرجوس الأعلى هذا حسب إلى أعرش الرحمن سبحانه وتعالى هذا هو من أين يضع هذا هو سبيتك هذا هو بأيك أميغران في وقت قريبًا أسفل أسفلين إنه دنيا إنه يسمى دنيا نسمعها دنيا إنه مكان الأسفل مكان الأسفل هوايه إلى دنيا وأنتم تتوقف في وقت قريبًا لكي أستطيع أن أعود إلى أسفل أعود إلى أين؟ إلى الفردوس الأعد هذا هو هوايه نحن 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 نعمة الإسلام اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وكفى بها نعمة كل المسلمين كما قلت أو كما قلت أنهم يكون مدينة 124 أسفلين كلهم هم مسلمين وهذه هي أمنا أمنا وهم وهم سيدنا محمد سيدنا محمد بسم الولدية كلين هم أصدقاء كل من قراصنا انهم جميعنا وهم نحن نعمة لأننا محمد أمنا وقد أمنا وقد أمنا كله لذلك الولدية لذلك الله عدم لنا كالدة النحوات امنا للذلك الدنيا ليس نعمة أي نعمة يعني لا نحق كالهجة د достаточно نحن نحق كالهط tax اللهم سبحانه وتعالى أحής أنه خليفة أنه لم ي vaccinateه أنه لم ي mouths accepted for creation أنه شهرتكم if my Khalifa my ambassador معرفة ما يفعل ى ما يفعل لأنه هذا ونهابد عندماPMوareth على الله سبحانه وتعالى ما سوف يقول. ما سوف يقول. ما سوف يقترى بالنسايا واغاليا في الأرض. يقفر القانون عن الناس جميعا. كل شخص يقترب من شخص غال態. كيف بل أنه قبضت الصحور. لماذا؟ لأنه قبضت على الناس وعيده. وعيده وعيده وعيده. وعيده 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 وعيده. فهي سوف يأتي. كل هذه هؤلاء سوف يكون جيدة جميعاً في جانة. لأنهم لم يكن لديهم الوحيدة إلى الدنيا لتشاركهم لذلك تقتلهم لماذا تقتلهم؟ لأنه هو كافر من أخبرك أنه ليس كافر الله سبحانه وتعالى قاله لأنك ستكون كافر في الأخير وأنه ستكون مسلم لماذا تقتلهم؟ لماذا تقتلهم؟ لماذا تقتلهم؟ الله سبحانه وتعالى لماذا تقتلهم لماذا تقتلهم؟ لماذا تقتلهم؟ الناس هو ممتعين وممتعين لله سبحانه وتعالى انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انظروا إلى الكعبة لأن الناس يأتي والصحابة يتبعون أمامهم في الكعبة ويأخذوا البركة وإمام أحمد بن حمد ويأخذوا أنه ممتعين ولكن إذا كان ممتعين من الناس فأنا لا أعتقد أنه ممتعين إذا أحبت كعبة ويذهبوا إلى هنا ويحبون أن تكون هناك ولكن هذا هو ما تقتل الله سبحانه وتعالى ويأخذوا إلى الكعبة ويأخذوا إلى الكعبة ولكن صلى الله عليه وسلم وقلت إلى الكعبة وقلت إلى الكعبة ويأخذوا إلى الكعبة ويأخذوا إلى الكعبة ويأخذوا إلى الكعبة لأن الله سبحانه وتعالى لتقلق سيدنا عرب لعبات ويأخذ المدينة لأنه أحدث في مدينة ومدينة حواق على أفاق وهو هو أولnh مجدد أن أقول لبايك اللهم لبايك لبايك لا شريك لك لبايك إن الحمدة والنعمة لك والملك وأن هذه هي قرصة في النابل هي المهمة وتلك كان فباعتما فقط حول النهار وكانت على اللعنة المدينة قبل اللعنة في أينا تباعتها تستخدم من التعوض من البلدى إلى القضاء ومن الرحمن صحيح ستجد أنها فرما من الورغة الوحيدة للزرعة من كعبة فهو جديدا جديدا وهو مكان دولة التي أصبح دولة قصد تصبح كالوها من هذا مكان شقاً من كبيرة ستجد هذه المكان هنا هنا في مكان البيت وهو الهدى كعبة في نفسنا ادترى صلى الله عليه وسلم قال لي أنك شكراً والكثير من الآله والذي نفسه محمد بيدك يعني والله لحلمة المسلم وفي رواية لحلمة الإنسان هي عند الله أعلى بكثير من حرمتك so the human being is more valuable than even the Kaaba can you imagine the human being is more expensive more valuable than the Kaaba you go and you spent your money and you travel to make Hajj I know people has made Hajj 15 times صلى الله عليه وسلم has made Hajj once because it's a fault it is a fault once you are on the mountain and said لباك الله ملاباك like Sayyidina Adam you are awarded the degree of a prophet for once and if you go for a second time no problem but you should know that your brother who's sitting next to you is more expensive than the Kaaba so if you will be this one and when I ask you for 10 pounds والله العظيم I don't have that and he is making a Kaaba and he has got like 15 or 100 pounds in his pocket and he didn't like to give his poor brother 10 pounds this money is not used it is Allah has given it to you as an amanah 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 to carry to see what you are going to do with this money so you have made a Kaaba a lie and you didn't help your brother who asked for it always carry asking all the time it is not your problem it is his problem it is his problem and he asked him between you and you made a Kaaba and you lied on him and the year after I will tell you on the day so and so I have given you 100 pounds and when I asked you for 10 pounds back you made a Qasam that you don't have any money on you didn't I give you 100 pounds why did you lie on me I gave you 100 pounds but why did you lie on me you said I didn't give you any money Aqob and you had in the bank so much this is a lie but if you don't they may have a 10 pounds but I need it it's a better it's a better case because he is more valuable than the Kaaba does or do any one of us wish to build a Kaaba to establish a Kaaba by his own this human being is more valuable than the Kaaba if you help your brother you have helped the Kaaba if you built up your son and looked after him and didn't leave him to be lost in the streets and to other millage to other faces Allahu Subh'ana wa-ta'ala it was made by the shaytan the shaytan has collected last year I've seen with my eyes with my eyes people are praying in a house of worshiping from some religion and they are naked naked and this is the way they operate the shaytan the first thing is to make you follow him first the shaytan instead of leaving your son getting lost build up your son and make him a kub make him a Kaaba you will have the edge of building up a Kaaba when you build up your son what if you build up the son of your brother what if you help him your brother who you don't know what some people they pass from you they don't even better saying As-salamu alaykum if you pass on a Kaaba wouldn't he tell and be happy looking at it is worshiping it is a bad also looking at my brother this one when I look at him happy that Allah Subh'ana wa-ta'ala gifted me a Muslim there here I am looking at him it is a bad and the habit and the habit not I look at him also he has got a good suit better than mine he has got with Jilas this is this word is getting you out of the middle when you give to somebody a gift another point my dear brothers wouldn't you wish that this gift he will enjoy it your brother if I if you're gifted for instance myself for something like a watch or a Jilbab or whatsoever you will come see it is nice yeah it is exactly you know what I need it because I was going to go to the market and buy one so I am happy and say alhamdulillah my gift was good you are a gift to your son and your son is a gift to you so you should be good to your son and your son should be good to you because Allah Subh'ana wa-ta'ala wished to find his gift is good he gifted your son this gift Allah Subh'ana wa-ta'ala wanted it to be a good the best gift if the son is good for his parents Allah Subh'ana wa-ta'ala loves him too much see how much he loves Sayyidna Ismail see how much because he obeyed his father he didn't disobey him see how much he loves him because he obeyed his father just because he obeyed his father he didn't say that I am going to just give you a couple of smacks or or I am going to give you a smack right to the face or say I am going to have patience enough and don't disobey Allah Subh'ana wa-ta'ala Allah Subh'ana wa-ta'ala loved him too much because he just obeyed his father because he loved his father that much because he he didn't upset his father look on the other side the son of Sayyidna Noh just because he told him come here come here and stay with us when the ship water is coming he says this is a mad man he's keeping speaking about religious and things and and he made all the villages are laughing at us don't worry don't worry I'll go up to that mountain don't worry I'm not coming I'm not just because he told his father I am not coming I am not coming was drawn and after he was drawn within a fraction of a second he is in the hill pipe there and then just because he told his father no Sallallahu Alaihi Wasallam never said no to any father can you imagine this word is not in his mental dictionary how you are a son and you tell your your father no and upset him and he make him upset he doesn't have to make dua against you just his heart is enough Sayyidna Noh said my son my son is from my ah he's from my family you promise is that my ah I'm not gonna said don't don't I am warning you I am warning you this is a very bad action he has done something wrong which is killing his father no just because you told your father no even if you are making so just hear their mind and you are upsetting your father you are out out Allah subhanahu wa ta'ala loves to see his gift his gift good your wife is your gift a gift from Allah subhanahu wa ta'ala so should obey you allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala he's calling the man even when you are dead he's still a no when you are dead your wife should do so and so and so he never called your wife never because she is made out of your body it was not you that is made out of her body this is a truth this is a fact when a wife obeys her husband is straight away to paradise it is ibadi and when a wife made her husband's life a hell straight away to the hellfire this is a warning the ladies in the time of seyyidna muhammad they collected themselves come here we need to be equalized like the men we need to be like the men exactly we can't be not like the men who aren't we human beings like come on love and they collected themselves and they went to rasulullah sallallahu sallam so i've seen loads of ladies coming of women coming saying concentrate on this hadith saying ya rasul allah we need to be just like men we need first to go to jihad to go to jihad exactly like men and to be like men everything he said to them and to obey to obey your husbands and to be beautiful for your husband and the looking of your face to your husband to be smiling all the time even if you have got a knife right through your heart you'll have to smile to your husband you will have to smile to your husband all the time it is bitter to allah than jihad it is bitter to allah than jihad it is bitter it is above jihad so the jihad of the woman is to keep her husband happy happy and also the jihad of the man one part of him is to be good to his wife because sallallahu alayhi wasallam the last wasiya the last advice he said he asked it it's also be good to them as long as she is good to you you will have to be good to her anybody generous to his wife he is generous and the generosity is a title for all of jannah and the anybody is bad to his wife is very bad to his wife he is la'im and this la'im it is it is an attribute of ahli shirk who's ahli at dark as far and and i'm and the wife of abu sufyan after all what happened between here and sallallahu alayhi فقال لقد قلت لها الصور صلى الله عليه وسلم لقد أرسل مصلي يقول لقد سيكون مصليا ؟ لذا فقال لقد سأرسل المسلم وقلت اصدقائه بينهما والوحيد لقد سنكون مصليا فقال لها وستطيع ذلك وستطيع ذلك وستطيع ذلك نجد إلى وعندما يتخلق منه ومعني يتنقى ومعني والأسفل لذا فقال لقد سنقلتهم لا تستطيع أن تأخذ أي أيضاً من ذلك إلا أن تسأل عزيزك لأنه هو المساعد من المنزل، ليس لك الله سبحانه وتعالى فعله المساعد ليس حواء لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ولن أطيل عليكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم لك الحمد حمد كثيراً طيباً مباركاً يريك عنه الله اللهم لك الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحد من أشخاصنا يا أخي في العالم المسلمين لا أتحدث عن مكان ما أتحدث عن مكاننا نحن 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 يتعالى على المناس نا نحن 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 ندрев عقابة ورنبغに أدرسوا للمنظم through placent الشيء المنطب الطيب هو لقطه دعاء لفعلها هذا هو هو يقطه بدأه فاليده هو يقطه لا بده لقناول لا هذا ليس هو اول وصوله اول يقطه لقناوله لأنه هو قوية لكل من المبلغ أي أقل في قناه هو قوية لقناوله مقاوله هو قوية لقناوله وما من الشرق من الذين خلفهم هو المسؤول على ذلك هي المسؤول إليه لذا كنت قم بصصورة وإن يتكلم أنه ليس كظيفة بين هذه الناس ولكن الآن مستقراتي لذا يمكن الله إعطاءهم إعطاءهم هذا يحتاج لأيي الله يأتي إلى أعطاءكم لذا يمكن الله إعطاءهم وإعطاءهم كل ما يحتاجوا عندما قمنا بذلك ذلك لقد سألت سألت ما الذي تدعى؟ هل تدعى على ميزمي؟ صلى الله عليه وسلم لم يدعى على ميزمي بالتأكيد عنه أمي 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 كل الوقت لم يتطلب الله سبحانه وتعالى شيء لأمي أمي حتى المنطقة بعد أن يتعلم هل ستعلم الناس لا يعلم؟ لذلك لا يتعلم بعد كل هذا نظرة 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 لا يوجد فيه صلى الله عليه وسلم يجب أن نتبعه يجب أن نتبعه هذا هو الأول بعض يقولون كيف تدعى؟ هل تتعلم الناس؟ هل تتعلم الناس؟ هل تتعلم الناس؟ كيف تتعلم الناس؟ أمي أنا أتحدث عن أجل المسلمين في الناس وهم تتعلم عن 50% يمكن أن يتعلم حتى الفتحة بالضبط الفتحة أين ستقول الإهداء الصراط المستقيم كانت تقول الغير غير المقدوب يجب أن تكون خير غير غير المتفاقة في كورآن الآZARE فقط أحد ثلاثة في كاردل إذا كنت تقول غير يقول لك لا يجب أن تجعل أي صلاة هذا هو غال غير يقوم بمماماً وممم ممتعاً وممتعاً 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 لنصل إلى هذا المعرفة في مرة أحد هو شعوره لصلاةه هذا مهم جداً وممتعاً يقول غير المرضوب عليهم وكل أحد يسمعه مثلني ولده يقول غير المرضوب عليهم والأخباري في مكان يقول غير المرضوب عليهم وفي حالك يصبح يصبح سنة سيئة وكل هذا هو يقوم بالتكامل ومثلت تقول على أقل قل هو الله أحد الله الصمد وأنا أتحدث عن الإمام يقول هذا الصمد الصمد يجب أن تقول الصمد يا شيخ يجب أن تقول الصمد لأنه كنت يصبح كثيراً كيف أريد أن أتبعك بكي كيف يقول أنك في المجلحة كيف؟ تجب عليك أن تكون هذا الطريق تجب عليك أن تكون الممارسة وخولي أن تكون تصلي تجب عليها إلى المساعدة إلى المقاربين هدينا عزيزتي ليس لن مدى سنبت تصلي من 124 أسلالين ومن يسمون بيحارات من تجبهم في اجتماعها بسيطة سلوات الأمام كانت تتعالى سلوات الأمام كانت تصل في المدينة ونحن رد أنه لم يكن أسرعه لأنه كان ردك سلوات الأن يريد أنني أسرع نعم كم أيضا سلوات الأمام من يكون من أنت نعم لذلك أنت تتعالى لكي تبتعوني لأنك تتعلم أنه يمكن أن تتعلم في المقابلات المتحدة من أن تتعلم في هذه المقابلات؟ الله سبحانه وتعالى أعتقد أن هذا هو مصرح في هذه الأراضي لأنه حتى 1994، لأسفة 100 عام كل الإمام كان يتعلم على حياته الله سبحانه وتعالى سوف تتوقع لك إذا كنت تتوقع له أعلى سبحانه وتعالى في الوقت كان هناك إمام في بازجد السيدة زينب في الإجيط وكان يأتي بها لأسفل منه وليس لأسفل من الوصول من المنزل لأسفل منه وليس لأسفل منه لأسفل ما تفعله؟ لتعطيه كم يجبه كم يجبه لأسفل منه لأسفل منه لأسفل منه وضعه أسفل منه عندما أظل فأنتهي باكاوه بفعل 4.5 دينار لذلك لقلم أنه ستجد بجانب مائكة في الحالة لذا فأنتهي بقيت تنتجه تنجه بإمكانه حروم ورشيد تنجه بجانب الموملين لذلك أخبرت الولذى أبراه لأعطيه طالبك تنجه يمزه منه ومنه فتى يزيد تنجه أعطيتها 500 دراغ خطة 5 ماذا تقضي؟ إنه مؤمن يتلقى المعيزة لأن المعيزة الأسفل المعيزة الأقل يتلقى لأي 1 أكيد وأيضا قلت لأيه 1 أكيد كما يتلقى البعض لقد سألقى بأن أكثر بحالك يتلقى لأيه لأيه أن تلقى لأيه أينه يتلقى لأيه أكثر 1 أكيد هل تعني؟ الله سبحانه وتعالى from Allah سبحانه وتعالى from his business he was trading in like trading in Allah سبحانه وتعالى If he's working for him sincerely sincerely we need the Imam to work for us sincerely sincerely to be a waqf not asking if he asked him to come صحيح إنه سبب بأمي وإذا يسألت أهلاً هذا سيكون 200 ميل أنه سيكون هذا لا يفعله . كان سيكون 200 ميل وأنا كنت تعرف أن تحصل على بعض المشرك على استخدام他們 وأن في بعض الموقع كأنهم Gigliore هذه العالمات حياتنا. ومن الى الشيخ مختلفة ان اتخلت عائل من الهدى جدا. هذا مضيئ. بسهد الله أن يهدنا ويهدي مشايخنا. وأن يتعلم الأهل القرآن. اللهم اهدين ويهدي مشايخنا. الله أهدنا ويهدي بنا واجعلنا عا سراتك المستقيم مرتدين. ربنا ولا تظر لنا ذنبا إلا غفارته. ولا همّا إلا فرجته. ولا دينا إلا قضيته. ولا ميتا إلا رحمته. ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا الآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الرحيم ربنا وعدنا بفضلك فيما هديك وتولينا برحمتك فيما توليك وقنا واصرف عنا بفضلك شر بقضيك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هر لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ورجعان المتقين إماما ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله ورحمة العالمين